اشتركوا في القناة 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 هنا hold a moment ابتدى ان هو يقسم لي الparagraph اللي انا عطته له للاجزاء اللي انتو شفتوها ثلاث مشاهد وبعد كده قال لي انت حتتكلفي او حيكلفك 15 credits هبتدي اقوله next بعد كده حيبتدي ان هو يطلب مني ان انا اضيف الكاركتر بتاعي يقول لي هنا auto detected characters في two characters هنا لو انت عايز تضيف two characters انا ممكن اضيف two characters زين والfriends بتوعه characters مثلا ممكن اخلي الشخص ده زين وحتدي ان انا اقول له confirm وطبعا منساش gender هنا ابتدي خليه mail وهنا age child اكد بس على هذي الجزئية وهنا voiceover تم وحتدي ان انا اقول له confirm ده voiceover اللي هو هيتكلم وهنا ابتدي كمان edit كمان character اللي هو friends حد من اصدقاؤه وليكن هذا الشخص ممكن ابتدي اقول confirm بحب هما دول two characters يعني وبعد كده ابتدي ان انا ادوس next بيبتدي ان هو يولد storyboard بتاعتي هنا بيقولي طبعا click the upgrade واخد بالك انت هتضر يعني انا مش بعمله دعاية برضو علشان اكون معاك وطحا انا بحب ان انا اصر على هذي الجزئية لانها مهمة جدا بالنسبة لي واكيد بالنسبة لكم لان انتوا عارفين انا بحب اطلع اتكلم الموقع اللي ما يعجبنيش بطلع اقول فيه ايه الحاجات اللي مش عاجباني الموقع اللي بيعجبني بطلع اقول الموقع ده بيعجبني اللي بقى لو موقع من المواقع يعني اللي انا فعلا 100% يعني انا مقتنعة بي 100% ده حاجة تانية ولكن زي ما انتم شايفين انا بقولك بالضبط انك انت حتضر في مرحلة من المراحل لو انت بتعتمد على التوليد الكونتنت بالذكاء الاصطناعي باستخدام هذه المواقع وبتعمل storyboard محتوى قصص الحاجات دي برضو تبقى حلو جدا وانا عرضت مثل هذه المواقع كتيرة لكن هقولك ايه الحلو في الموقع ده دلوقتي واحنا ماشيين او ايه المميزات اللي فيه واحنا ماشيين هو دلوقتي الموقع بيبتدي انشألي المشاهد زي ما انت شايف ما خدش وقت وانا بكلمك يعني تم انشاءه المشهد الاول وشغال في المشهد التاني والتالي دلوقتي حيزهره معنا ايه دي اول مشهد تاني مشهد بيتم توليده وتالت مشهد كمان بالمنظر ده وهنا ايه الشخصية دي ظهره قوي لانه الفريند بتاعه او صديقه وحبتدي وفيه صديق تاني او صغير هنا الفويس اوفر واخد بالك بقى من حاجة هنا لو انا دست على الانيميت الانيميت هنا عندك وهنا يعني شخص واحد بس موجود فلو انت عايز الشخص يتكلم وديه الحتة الحلوة اللي بقولك موجودة في الموقع اللي هو الشفات تتحدس يعني يبقى لازم يكون وان كاركتر الموجود عندك هنا علشان يقدر ان هو يديتكت ازدكاء الاصطناعي الكاركتر ده ويبقى هو كاركتر وحيد ويبتدي ان هو يخليه يتكلم فيه عندك الانيميت العادي خالص وده موجود بالاسف فيه الابجريد وفيه عندك الانيميت برو وده لميتت لحد ثلاثة فري اذا هنا علشان الانيميت كان لحد فترة قريبة مش لازم ان انت يعني تعمله اوبجريد في الحالة دي حاول ان انت تعمل كاركتر واحد والكاركتر ده تكون عليه كلوز اوب علشان الشفاء حركة الشفاء احنا النهاردة هنجرب الانيميت برو هعمل اوكي وحروح هنا ايضا ابتدي اختار ايضا الموجودة عندي المتاحة عندي وتالت محاولة اانيميت وابتدي اختار ايضا اانيميت برو اوكي وتعالى نشوف الفيديو بتاعنا بعد ما يتم عمل ايميت جنريتنج هو خلاص اريد اعمل بس بيدفل الفويس اوفر وعملت جنريت لي الفيديو علشان يكون بالشكل ده هبتدي عمله download وتعالى نشوف الفيديو بتاعنا في download video في download all images لو انت عايز تنزل الصور انا هبتدي اروح لdownload وعمل download video ونشوف الفيديو بتاعنا بعد عملية ويتشوف إنه هو كمان ما فيهوش هوتر مارك ده كان الفيديو اللي احنا عملناه ده الجزء الأول من الفيديو بتاعنا النهاردة تعالى بقى نشوف الجزء التاني وهو المتعلق بـ AI Character أو عمل AI Character هبتدي أرجع مرة تانية وهنا هختار Create AI Character هنا ممكن أن أنا أروح أبتدي أختار الـ Character Style بتاعي من الـ Characters الموجودة أي Character Style هنا مثلا هختار يكون Realistic وهنا هخلي الـ Gender مثلا Mail وهنا هخلي شاب أو Child أو Teenager ممكن تخلي Middle Age المراضي بعد كده هبتدي في الـ Character Prompt أبتدي أحط الأمر الخاص بالشخص هنا حطيت الـ Prompt وفيه خاصية كمان تقدر تحط الفيس لو أنت عايز تحط الفيس أو فيه كمان الـ Closing بس هي هنا مش واضحة عندي وبعد كده هبتدي أقوله Generate Image هسميه أدم مثلا الـ Character هبتدي أقوله هبتدي أوليدي الصورة بتاعتي هنا هو أعطاني صورتين لـ Character هختار طبعا الصورة الأولانية هبتدي أقول Apply وهتكون موجودة عندك فيه الـ My Characters اللي هو أدم بالمنظر دا وتقدر أنك أنت تستخدمه وتقدر بقى لما تعمل فيديو تاني يكون هو دا الـ Character بتاعك وهنا دا Realistic 3.0 دا بالنسبة للـ Style ويعطيك الـ Age ويعطيك كل موصفات الـ Character بتاعك لو عايز تعمل Turn to Public اعمل لحاجة رجعي لك أيضا دا بالنسبة للوقع النهاردة Magic Light حاول تستفيد من الـ 300 نقطة ممتاز جدا فيه المحتوى القصصي من أهم الحاجات الحلوة فيه وهي Lipsynchronization يعني أنا كان يعني نفسي أن أنا أستخدم الكاراكتر دا ونجرب موضوع Lipsynchronization ولكن هو أكتر بيدعم اللي زي ما قلت لك الجزء بتاع النشفات أتكلم يدعم الشخصية يعني شخص واحد من المشهد بيستخدموا المحتوى القصصي هيجي هيوصل أنه يحولوا إلى الخطة المدفوعة لهو فعلا لقاه حلو وعجبه ولكن أنا بحب أعرض لك كل جديد وكل مفيد سواء كان مدفوع سواء كان مجاني ولكن تركيزي دايما بيكون على الخطط المجانية زي ما انتم بتشوفوا عندي على القناة أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعها للجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت ودومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة